كشف المراقبون عن احتمالية أن تشهد الفترة التي تسبق اجتماع السوداني وبيدن نوعا من الهجوم على القوات الأمريكية والمنشآت داخل العراق والانتقام الأمريكي المحتمل ما قد يؤدي ذلك إلى تأجيل الزيارة أو إلغائها وذكر المراقبون أن عودة السوداني من الاجتماع دون أي تقدم لأظهار انسحاب القوات فسيعطي منتقديه في العراق المزيد من الحافز لإقالته أو منعه من تولي فترة ولاية ثانية بمنصبه وأضافوا أن فشل السوداني في هذا الملف سيؤدي إلى المزيد من الهجمات من قبل الجماعات المسلحة ضد الولايات المتحدة